كل القادة المقربة من علي عبدالله صالح كانوا يقودوا ألوية تحيط بالمدينة ليس من مصلحة أحد أطراف التحالف حسم معركة التحرير في تعز لأسباب لها علاقة بالمخاوف السياسية بهذا التشخيص فتح محافظ تعز علي المعمري مكاشفاته التي جاءت من الجامعة الأمريكية في بيروت في ندوة يقول بعض المتابعين أنها وضعت النقاط على الحروف لم تخل الندوة من تشريح سياسيا وعسكريا واجتماعيا لتعز وكيف أن ميليشيا الإنقلاب تركز على البقاء في المناطق ذات النشاط الاقتصادي العالي من أجل الضرائب مناطق المصانع التي تورد ضرائب بنحو 25 مليار ريال حد قوله أسئلة كثيرة أجاب عليها المحافظ الذي قدم استقالته وحديث لا يخلو من المكاشفة من بينها توجيه الأصابع نحو الإمارات بشكل واضح وجلي فيما يتعلق بعرقلتها لتحرير المحافظة ورعايتها الخاصة لجماعات وظيفية بعينها ميناء المخى كان حاضرا بشكل واضح وجلي كعنوان لمعركة التحرير وخصوصا فيما يتعلق بإعادة تشغيله كمجال حيوي بإمكانه أن يحل إشكالات كثيرة من بينها أزمة الموارد والنقل وكذلك تنشيط الحركة التجارية لكنه أشار إلى أن الإمارات لم تسلم ميناء المخى إلى اللحظة لم يركز المعمري في الندوة على أي نقطة كما فعل مع ميناء المخى ومنها عدم إتاحة الفرصة له لزيارة المديرية التي تقع ضمن نقاط المحافظة وإشارته إلى الاستهداف التاريخي للميناء من قبل نظام صالح وتحويله إلى منطقة مهملة ومغفرة نحن كسلطة محلية نحاول قد الإمكان في هذا الظرف أن نتابع موضوع قرحة وهو موضوع مرتبط بالحرب الشعور بالتسول تجاه الحكومة وإعاقة البنك المركزي للإحتياجات التي تنتظرها مدينة تقاوم بالنيابة عن كل اليمنيين وتأخر المرتبات رغم الاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية حد قول المعمري إلا أن هناك إعاقات مستمرة حتى في ظل القصف الشديد على المدينة مراقبون يرون أن حديث المعمري لم يخل من الإجابة عن أسئلة تحرير تايز من بينها أسباب تأخر الحسم وتداخل أكثر من ورقة إقليمية ومحلية وهي المكاشفة الأولى التي تحدث فيها المعمري الذي كان محدود التصريحات والحوارات أثناء توليه منصب محافظ المحافظة التي تقع في قلب الجمهورية